وخلال لقاء خاص مع تلفزيون المصري أشهد النواب بالقوانين الخاصة بتطوير الموانئ مشاددين على ضرورة استغلال موقع مصر المتميز لتكون مركزاً لوجستياً للسفن وفقاً طبعاً لتوجهات فخامة الرئيس بأن مصر لابد أن تكون مركزاً استراتيجياً للوجستيات والنقل البحري في هذه الفترة بتساهم الدولة المصرية والحكومة المصرية في تقديم مجموعة من المشروعات التي تسهم في تعظيم هذه القيمة أهمها طبعاً المشروعين القوانين المقدمين النهاردة بتطوير ميناء العين السخنة وما إلى ذلك أتصور أنه هذا بيطرح فرصة استثمارية كبيرة جداً للدولة المصرية الدولة المصرية بترسط تقريباً 100 مليار جنيه لتطوير 15 ميناء منهم ميناء العين السخنة أتصور كمان أنه قضية النقل البحري هي مش قضية مصرية فقط هي بتمثل تقريباً 83% من حجم التجارة العالمية من خلال البحر وده أمر يجب أنه لليه اهتمام كبير جداً جداً في الفترة القادمة النظام المواني بالذات أنه يدبع النظام العالمي ونظام العالمي ماشي بنظام التحالفات بين شركات النقل وتدول الحويات العالمية والمواني المصرية لأن مصر حباها الله بموقع فريدية توسط العالم كمان مصر عندها امتداد شاسع أراضي شاسع سواء على البحر المتوسط على البحر الأحمر فمصر ممكن تبقى مركز دعم لوجستي عالمي للصفن الدخلة أو الخارجة من قناة السويس فده طبعاً يقتدي من أننا نحن نطور الإدارة وتشغيل المواني عشان نلتحق بالركب العالمي في هذا الشأن كنا بصدد منقشة منحة مقدمة من فرنسا للدولة المصرية وهي منحة تعاون فني لدعم العاملين في مجال الطاقة الكهرباء ودعم الهيدروجين الأخضر في مصر خاصة أن فرنسا تملك خبرة كبيرة جداً وعندها باع طويل في مجال الهيدروجين الأخضر هي سبقتنا يمكن بمراحل فهنا تعاون هو تعاون فني لأخذ الخبرات الخاصة بدولة فرنسا في مجال الهيدروجين الأخضر